السلام عليكم الرياح القوية تتسبب في سقوط خيام لمتضررين من الزلزال لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار مغربية تسببت الرياح القوية في سقوط خيام لإيواء المتضررين من الزلزال بمنطقة إيدو محمود بإقليم تارودانت ونقلت مصادر محلية أن الخيام التي أقيمت مؤخرا لم تستطع مقاومة الرياح التي هبت على المنطقة مع تخوفات منطهات الأمطار غزيرة في القادم من الأيام وهو ما سيشكل تحديا كبيرا للساكنة التي تتخذ من الخيام مأولها